إلى صحيفة الاندبندنت الكريملين العلاقة بين روسيا والغرب وصلت إلى مرحلة المواجهة عاد الرئيس الأمريكي جو بايدن تأكيده ودعمه لأوكرانيا خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلودمير زيلينسكي حسب ما أفاد البيت الأبيض وأفد بيان صادر عن البيت الأبيض أن بايدن أكد لزيلينسكي دعم الولايات المتحدة المتواصل للدفاع عن أوكرانيا بينما تواصل روسيا هجماتها على البنية التحتية الحيوية في هذا البلد ولعبة الأسلحة التي قدمتها الغرب خصوصا للولايات المتحدة دورا حاسما في الدفاع عن أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي ويأتي هذا الاتصال بينما تستهدف القوات الروسية البنية التحتية لمرافق حيوية مما تسبب في أمور أخرى في انقطاع التيار الكهربائي أيضا الذي يطال الملايين في هذا الشتاء وصلت بيان البيت الأبيض الضوء على المساعدات الأمريكية الموعودة لأوكرانيا البالغة 53 مليون دولار لمنشآت الطاقة والتي أعلن عنها في نوفمبر 22 وحزمة بقيمة 275 مليون دولار من الذخير والمعدات تم الإعلان عنها في ديسمبر كانون الأول الحالي عارب زيلينيسكي في تغريدة عبر تويتر عن شكره لبايدن بعد محادثة مثمرة على حد وصفه مضيفا أنه جرى مناقشة استمرار التعاون في مجال الدفاع وحماية قطاع الطاقة وصيانته ترجمة نانسي قنقر